بقى من الأسماء الأجنبية اللي سمعناها كتير أول أهلي بتتكلم معها كارلوس تاينبيرغ ده العيب يمكن في الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا كان عامل راش وعامل كمية ناجحات في الدوري السعودي غير طبيعية يروح نادي بيهبط ما بيهبطش في وسط الجدول بيحط 14-15 جول زي السلام عليكم مهاجم قوي جدا جدا في كل شيء مهاجم قوي جدا مهاجم السرعيت ومش أقول إنه هو العيب رانر لكنه العيب مش بطيء لعيب قوي جدا مهاجم 86 سنتي مميز في ضربات الرأس مميز في الالتحمات مشتغل بريدليل لتنين بشكل ممتاز رجله الشمال قوية جدا لكن رجل اللي مين كمان شغالة فلو نعرف بعض الحاجات ده كارلوس تاينبيرغ لعيب سويدي من أصول أفريقية موزنبيق وكيلو بالمناسبة عشان يجي القصة وكيلو الأزمة اللي حصلة دي وكيلو الحقيقي وكيلو الحقيقي لأنه هو الاتنين وقل وكيلو الحقيقي هو وكيلو سويدي موزنبيق برضو فمشي هاتي هاتي اللي بعد يعني هل هل يتكلم على المهاجم ده؟ اما هقولك القصة جاتي زي الأهلي رسميا ما اتكلمش أيوة الرسميا ما اتكلمش لكن هل في كلام؟ ده علشان بص ده ميحور الكلام ده لما سألت النهاردة لسألت النهاردة يا جماعة الراجل ده باخد كام الراجل ده بياخد كام لأن التصريحات اللي تلعب بعد كده هي كلها داخلة في القصة ري الراجل ده بياخد 3.60.000.000 في الثلاث سنين في الثلاث سنين يعني بياخد كام في السنة مليون يورو مليون وعشرين مليون يورو الراجل كده كده مش هنزل مرتبه الرس كمان مش نتي شاملة شاملة كل حاجة بسوق عنده شوية بونس استعوض فانت بتتكلم على إنه نت بنتكلم برضو في قرب المليون ميش في قرب المليون يورو ده الرقم بتاع الراجل اللي بياخده في السنة تبقى العقده معها تاي سبور الراجل كده كده الرقمه مش هينزل طب إيه اللي حصل في القصة دي الراجل الراجل النادي الأهلي لما سأل عرف إنه عنده وكيلين اجنسي اللي مضى معاها عقدها تاي سبور دي اجنسي موجودة في اسطنبول اجنسي تركيا تهم مش هي الوكيل اللي تلقى صرح النهاردة مش هي الوكيل اللي تلقى صرح النهاردة يعني راجل دلوقتي بنتكلم على ثلاث حاجات الاجنسي التركية اللي مضى معاها وراح معاها تاي سبور دي قصة الوكيل اللي قتلها صراحة النهاردة ده قصة وكيله اللي ماضي معاه واللي كان معاه في كل مرحله اللي فاتت في كل العقود اللي فاتت الرجل السويدي دي قصة ثالثة حلو الرجل السويدي ما عرفش أحياء عن الموضوع تمام النادي هناك عايز يبيع ليه عايز يبيع لأنه خلاص بيخلص الشروط الشخصية بتاعت فينسنت أبو بكر بياخد فينسنت أبو بكر فهو عايز عشان يعوض الفلوس اللي هيدفعه فينسنت أو يديها راتب لفنسنت خاصة أنه بالنسبة لهم رقم المليون وشوية ده كتير فانتب الراجل ده على الموقع الحمري ونعرف بس وحنا بنتكلم اللعيب الحجاب بتاع العيب الشغل الفني فانتب تتكلم على أنه الراجل ده واحد من الصفقات ده لعب بروفن تكلم على 7-8 سنين من النجاحات لعب في السعودية ولعب في قطر ولعب في تركيا الراجل بينجح في أي نادي بروحه أي نادي آه ما بيعودش كتير لكنه واحد من أفضل اللعبين اللي دخلوا دوري السعودي ولولا أنه حصل خلافات على المقابل المادي وبتالي إذا الناس فقابها علشان خطر يمشي كان رايح النصر في صفقة كبيرة جدا لكن الموضوع بأس من 3 سنين من 4 سنين فأنت بكلمك على لعيب قوي جدا يا كريم لعيب البروفايل بتاعه يعمل إضافة كبيرة جدا جدا مش بسر للنادي الأهلي لأي حد يلعب هناك لكن الصفقة حتى يدي اللحظة زي ما أنا قلت لك الصفقة ما خرجتش عن الإطار ده طب إيه علاقة النادي الأهلي بالموضوع وكيل عرضوا على النادي الأهلي قال له الأهلي قال لهم أوكي نعرف الشروط المالية نعرف القصة بتاعته عاملية الأمر بشبعد من كده الأهلي لم يتفاوض رسمي ولا بعد عروض رسمية لكن الوكيل اللي راح سأل الرئيس النادي التركي عشان عايزي بيها سألوا مني النادي فقال له النادي الأهلي بيستفسر عن اللعب هش عروت